كيف تجعب لك هذا الفستان الحلو؟ النور انتبه لامات كروشة كل يوم يسلفاً دهما وسريد وسوالف وهذا وبعدها يا انا سامنانا يا اريد الفعم يا انا ما ادري شنو يا امتة تقلبين؟ المغرب من الصف لازم تقلبها كيف تشتريك نايميها تتقع بيها لي ريحها شنو خليها على قد ما دقيت راسها يوم ما شويت بيها يالله بتحت راس مع البصل مو تلفين السلداي يسويها بقد راسف لازم تلف بها بهدوء يعني صغيرة تسويها يلا تستخل اضغي الملحة سعمها يلا تريدني شو بدي سيد اشتريك تباو علي يوتيوب هلو بنا صباح الخير شوانكم شخباركم شوالله تكونون بخير اليوم طبعا احد وتجو شوية مطر فكرة الفيديو لليوم راح اسوي لكم فيديو شوان احنا يوم الاحد نقعد طبعا الجو كلش حلو ومطار اجيت على صديقتي هنا هي قاعدة قررنا اليوم نسوي دول ما انا وياها راح اخذ منعدة شوية موادو على المواد اللي عندي ونسوي دول ما واصور لكم الغدة ونصور السحدة مرحبا صباح الخير شونيك شخبيت ماما قاعدة لبسة بجامعة عفية عليك انتي وردة لا انا حاجة تمام يلا فهذا سوف نأخذ الاغراض التي لديها والاغراض التي لديها ويوم الأحد قاعدين سوف نسوي غدا دومة طبعا انا كل ما احبي دومة مرحبا 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 سوف نأخذ منعها اغراض وعلى الاغراض التي لديها ونسوي دومة مرحبا 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 صحيح هناك هل يوجد للمنصر للمنصر؟ للمنصر لن ترون لمحطة كلها لمحطة لمحطة هذا البرمجزي لمحطة كلها كان المنتظم لمحطة كلها نحن في البرمجزة هل أنتعبوني؟ هذا هو محطة كلمة هل تبقى؟ هل تبقى؟ هل تبقى؟ هل تبقى؟ بعض الناس اسمه منطي يخفل، يجنن من السوريين لا أعرف شنو اسمه بالله نسيت شنو ششبرك اذا انا بنات سوريات لكن هل تبقى؟ بالنسبة لي اسمه منطي هل تبقى؟ هل تبقى؟ هذا الماركت يكون غالي أغلى من البيم والشوك لكن لا تبقى يوم العطل وهذا أقرب من البيم والسوالف من المستقبل من المستقبل من المستقبل من المستقبل هذا 22 تل م؟ هل تبقى؟ هل تبقى؟ تبقى؟ لا أعلم هل تبقى؟ هل تبقى؟ هل تبقى؟ هل تبقى؟ هل تبقى؟ نسيت تبقى؟ نسيت التمان المكسر وأخذ التمان المكسر وهبسة غايحة للبيت طبعا هذا بعنات المحل صاير براس في الشارع عمالتنا وكل ما نيجي مننا نجوجة تخبصني خبص لو ان شاء الله بجيبي ألف لو ان شاء الله بجيبي مية لو ان شاء الله بجيبي عشر ليرات لازم نازم اشتري لها من ناشي هذا كل شيء جيد اليوم بعيد عن الصالون وعند كل شيء بالصالون راح اشوفكم شويونة من خبالاتي طبعا انا حب المجازفة وحب المغامرة بكل شيء وعندي جرائه طبعا عندي جرائه احس انه الثقة بالنفس حلوة واني اثقة بنفسي و احب يعني انه همين انتو توثقون بنفسكم بعها الاغراب ماد جوجه احب انتو همين انتو توثقون بنفسكم اخذوك الشباك مادة دوك الجرس حاف جوجه نايمة اون تعبت وصلنا البيت انا سوف احضر اغراب الدولمة واشوفكم انا كيف افعل الدولمة وان شاء الله تعجبكم ويلا ننتقل على الفقرة الثانية انا هنا بنات كملت اللحم والباقلة وخليت جوها لضلوع مالة السلك طبعا كل من وطريقتها يفعل الدولمة قبل ما اضعني احتجيني يلا ما يخالي اللحمات شوية سلقته من نص سلقة والباقلة هي اصلا عندي بالثلاجة مسلوقة والذلوع مالات السلك اكيد كل واحد يحطها جوة جدر حتى لا يحترق الجدر طبعا انا اليوم ما راح اعلمكم على شون سوية الدولمة لان كل من يسويها بطريقته هنا عندي الحشوة جهازتها وحضرتها تمن وبصر ومعجون وبس المان وبهارات دولمة وشوية لمندوزي وبنات اكوبة شغلة انا كلش احب اخليها بالدولمة اخلي شوية خاشوقة ماستيكان ما القهوة حتى تسحب اذا اكوبة اكوبة شغلة بالحشوة قليت لها شحمة ولحمة والحفر مات الكوسة وطماطاية وكرفس وواحد سمتوم وشنو بعد والبهارات مات الدولمة وفلف الأسود وهذه السوالة وحبا شكلاتي يعني تعرفون شون وحسا راح ألس من عدها شوية واشاوفكم شون راح اكمل الجدر وهنا الحشوة ثويت بوتاتا طبعا انا ما احب البوتاتا بصديقة تحب البوتاتا هيش البوتاتا قطعتها هيش راح اخلي هاذا بنصهر وفلفلات فلفلات ثلاث فلفلات وكوسة وطماطي اثنين وبصل وهذا السلق هنانة راح اسوي لكم اليوم دولمة الا تاكم اصابعكم وراها طبعا انا فيا طبع بناتونة سوفت شغلة لاحد وياكل من عدها وتعجبها اخبص اخبص لو يظل سنة اضلحتي بها سويت لك دولمة بفلان يوم سويت لك سنجو بفلان يوم بس والله مولئن انا والله انا طبخي طيب شنو هاني يعني طبخي طيب انا اعرف طبخي طيب ها بناتوا حتى صارت دولمة طيبة دائما انا استخدم ثمن انا مكسر انتو معرف بعض شنو تستخدمونها اكوناس تخليها تمام بسمتي اكوناس تخليها اكوناس تخليها شبنت اكوناس يعني حسب كل من هو وطبيعتها اكوناس تخليها تمرهنت انا لم يعني تمرهنت شنو خليت لها تمرهنت كلش احبه لاني وازن الحموضة والملوحة لانتو الدولمة وهمينة شنو بعد ها والمواد اني ما احمسها ولا اساوي بها كلش اخلي نيبني نيبني يعني تشي يعني ما محموسة او فشي اصحاح بس اثروا بس اللحمة والشحمة شوية بس حتى تطلع الزفارة مالتهم شوية اساويها عطبخ يعني احمسهم شويونة يلا تصدخل اضوكي الملحة ساهم هاي لا تريدني شو بعد السيد وهسا حتى اقول لكم على فاتشالله مو تجيبين خاشوقة وتحشيني الدولمة وساوين حانوش مدرشينو مدرشينو الدولمة مصر طيبة إلا تحطين ايديش بيها زين؟ هذا قانون مو تحشيني المصلاة حتى مصر يابسة اذا اشموها عايش تخرج ميصر لازم تخليم بها شوية شوية تدرنجيش حتى تجنو من الثمن المع ينفش وياخد حفقة بالهارة قطيقوا شوية نصائح همينة عند الدولمة شوفوا فما ذولة ينشون بالشارع هنقاعدة بالشباك وباوة على رايح وع الجر والكوسة همينة والبيتنجان او فلتشي اذا خليتوك الدولمة همينة لا تحشوها مواير حتى لا تصير متينة وما طيبة وما تنأكد دعم نخلو بها فراغ حتى شوية يصير طيبة يعني الدولمة من تكون لناشفة ترا تكون ما طيبة كلش زين شو ما بعد منو وهيتي والسلقاية همينة عندما تتجون تلفون السلقاية تتعلمكم على فرشا الله كلش حلوة مو تلفين السلقاية تسويها بقدراسش لازم نتلف فيها بهدو يعني صغيرة تسويها ترا جوجو تعرف تسوي دولمة يعني كافتش رحي لنخاط اذا سيتش عليك يعني شنو لما تخلون السلقاية كبيرة تطلع يعني دولمة كبيرة وقدراسش كبيرة تسوي فدائما خلوا السلقاية صغيرة ونائمة حتى تطلعوا وياكم الدولمة نفسها نعم هالبصلة خطيئة مكسورة يلا مايخال على قد ما دقيت راسها يوم ماش سويت فيها يلا فتحت الراس من البصل طبعا همينة البصل مرات أسلقة وأفلسة ومرات لا خليه تصحح بس اليوم لأنه قاعدة مادري ماعرف ما عندي فكرة ما الفيديو ما عندي هيتشي قلت يلا خلس سوي هذا الفيديو هيتشي همينة يطلع حلو همينة يوم أحد كافي خلص دور البصل سلطلع حلو سوى اميوه لا تدرسوها الحل ولا تضغطوها حلو انتهاء المسرع بذلك ليس كافي خلص و لو قد يصبح الضجم سوى اميوه السعي المسرع صغير شوي يخلو باللي هادي اللي هو افتهمتو علي بالفلفولايا الوحدة شوي يونا خلو على قوت بابا انا كل ما اخلص من الشغلة اقول ها خلصت هالشغلة الفلانية ها خلصت هالشغلة الفلانية يقولي تشمج عجوز والطماطا نقعدها هاكذا والفلفل نقعدها همين هاكذا كيف تشتريت نايميها تقعديها لريحها عشانو خليها اما بالنسبة للكوسة فلازم نبعجها حتى الشغل حتى يفوت بها ماء تمام؟ والله انشاط رابكوشي والله العظيم لو اشوفكم مهاراتي اصلا تنصد موم بيا بس المشكلة ما عندي وقت ها تشوفوا وبعجناها ها و راح يتشى اللبس واحدة بواحدة هاي شغلت نشو ها الماش متل لبس هاي يلا ما خالفتش هاي هاي نتشى خليناه ها لا تعالوا قلتهم موني احنا والسراحة بدي بالسلك اكو ناس اتساوي السلك عثرت اكو ناس اتساوي السلك بايديها حسب خلاص الاذية اول هسا عدنا السلك بنا في هذا السلك شوية انا خدرت الى المائ ليش حتى مصير السلقاية يعني متينة وما تقدر ان تلف فيها لا تكاثرين بنا حشوة حتى لا صير من طرقعة كبيرة طرقعة حلوة عجبتني وعش في الدولما شون تكون رخو ولا هي كربو ولا هي و تسويها صغيرة محتاج تسويها بقدراسك اكو ناس تسوي الدولما هي تتلف على شكل مربعات اكو ناس تسويها ما عرف يعني اشكال هو حصل كل بيت والطبخ مات تيختلف بس من تخلي نسلقايا مطرقعة كبيرا والله ثاني مرة عيدوا مطرقع من تخليها كبيرة يعني يصير عندك الدولمايا مرتبة ما حلوة شايفة شون هي تشيل اكو دولما يسويها هل قد الدولمايا حتى يعني استغفر الله مثلا اكل عايقل لنسونها انت نشوان تريد شون تحبين الدولمايا بس انا هايش احب اسوي الدولما دعمم تكون نعمة حتى تكون طيبة بالاكل يعني اوكل هي صلقت يصلقت في البطن بس شون سوي لازم العين تأكل شون العين تأكل قبل البطن مسحر؟ يشيبولو؟ عايشو فوري تشيل راح اكمل الجدر كل يعتاه قلب فاخلص على السلج اللي عندي يا امتى تجلوبين؟ المغرب من السلط ايري하겠습니다 كلش احب اسوي الدورما والمغرب من السلط وهم اه اسوي السماتش كلش احب السماتش واسون بعالما يا مطلة الدنيا النووي فعشو فبنات محتاج تجيب انتختة وعشر ساعات اصل بالبديجة هي دومة صوت المطر اهم شي اهم شي بنات الفاقرة اللي ارصيكم بها بالدومة شوف الوقت خلاص بها فالشي متوسط مستويها كبيرة ومتنأكل هاي شوفي هاي دومة هاي دومة هاي صغيرونا مثل رفيعة هاي ثلاثة احكمل الدومة وارجع لكم فسا هنا رنات في مردها رح اخلي لها شوية بير واخليها على نايفة ناطية نايفة خليها اي فيك اكونات بنا وصلي والله نايفة عارضة عارضة نايفة شوية يعني خليها فد ربع ساعة هيدشي على نار عالية وبعدها نص طفاخ رساً بس ربع ساعة عشر دقائق فتخلوها على نار عالية ورأسا تواجعلوا نصوها حتى زربت التنصوها حتى arrange حتى ضرب lettingalo من مياهن الزيت تحصل بالرغبة لان انا نخلص لها شوية شحمة وهمين اللحم خليتها من جو وهمين اكيد في زيت فما رح خليها هوايه الدهن همينم وزيت انتبينو ما تكروشها كل يوم ويسلفن دهما وسريد وسوالف وبعدها يا انا سمنانا يا اريد اللعب يا انا مدري شنف والله العظيم انا اكل كل شي وكذا بس سبحان الله من الله ما اسمن الله ساعد السميناتو خصوصا بالحر الله ساعدهم بابا احضرنا بتعبكين في الشارع ما زالت عيضة هسا عنهجي خلصت الدولمن بس اكلفها اشوفكم جدرية ده تعود نعم خلصتين عم ليش معا تكون تداري عودات ها تكون عاد شنو زيت جدرية معودة ها تبقى عندنا ناسلك ها رح اخلي فوقع ها تشوز البداية اخلي الزيت وبعدين اعمل ها تقولي هلا ها تقولي هلا ها ها انتو هذا مينو جابلك هذا الفستان يا بنات هذا الفستان جابت مننول منال الجوجة وصالها ثلاثة ايام لابستها ما تقبل تنزعها ثلاثة ايام بضضة بطية لابس الفستان ما تقبل تنزعها امو ازعها تمام تمام ما تنزعينا اه اكتو منو جابلك هذا الفستان الحلو مننول 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 شونيت انت حلوة و جميلة انت اميلة انت انت جوجو انت اميلة انت بلانسس اقولي احطويات احتويات ماذا نحتي نحتي قالي لابسوا فستان سوفوها لابسوا فستان يا معاودين شون الفستان ما تجوجو حلو؟ ايخلو ايخلو يلا قولي لهم بي باي احبكم كثير كثير احبكم كثير كثير بي باي هسا بنات اجت فقرة الهدايا طبعا الفيديو راح اخليكم اياه هنانا الفيديو اللي قلت بي يوصل خمسين الف مشاهدة طبعا يوصل خمسين الف مشاهدة بس بعد اسبوع يعني قبطنا الاسبوع يلا وصل خمسين وتعدى الخمسينة الحمد الله المهم بناتها صراحة اسحب السحبات هدول الاثنين الاثنين فائزات واللي حزره بواحد من الفيديوهات على انه كم مرة قلت كلمة شعر بالفيديو هدول ان شاء الله بالفيديو اللي وراه اول اللي بعده يعني خل اشوف شون انظم وقتي المهم بناتها صراحة اسحب السحبة ومقدمة الالف مبروك للفائزة واهم شي بنات تنطوني وقت شوي على مد التوصيل لان كلش ده اواجه مشكلة بالتوصيل للعراق وخصوصه ده يطلعون الفائزات محافظات وبدون زعال بدون اي شي بنات انا كلش احبكم هواية كليتكم والله العظيم ما عندي اي تفرقة وما اعتبركم متابعات اعتبركم اخوات ايلي وعيلتي الثانية فهس راح اسحب السحبة بنات وان شاء الله يا ربي تكون الجوائز من نصيب اللي صدق صدق ومحتاجيها وتستعملوها بالخير ان شاء الله يا ربي وخلاص هاي خلنا بدي السحبة هسا بنات راح اجي على القناة راح انسخ رابط هذا الفيديو اللي علننا بي عن الجوائز راح انسخه وراح اروح على هذا البرنامج هنا نهمينه اجيب الرابط اللي نسخته وراح اخلي ايعد التعليقات وراها نختار الاسم شوفوا هندا يجمع التعليقات يجيبهم كلهم هنا التعليقات المكررة اكيد ما ياخذها هسا راح نختار اسم انتي وين مكانش باي محافظة وبس صبغ لو صالون كامل ارجو الرد ابيت ما اعرف منوين هذا راح اخذ للسكرين للشاشة هيشوفوا بنات راح اخذ للسكرين للشاشة حتى منين انت تاخذ السكرين للشاشة ماتك ايضا ايضا انا بنات راح اخذ السكرين للشاشة وان شاء الله الف مبروك الفائز انا ما اعرفها وما مخليليها لا معرف تليجرام ولا انستجرام اذا يشوفوا اسمه خلي حاجيني يعني خليلي معرف تليجرام او انستجرام واذا مشه في التعليق انا مني ومن كيفي راح عطي الهدية لأي وحدة تكون صدق محتاجتها تمام هسا نرجع على السحبة الثانية اه ليه اطلع منا؟ لا ما كده هي رأسا ترجعين ايتي تعدين تمام هسا هي راح نرجع نحسب على السحبة الثانية بنات خلي نشوف همينا نفس الشي وراح نختار اسم اتمنى افوز لان والله اريد افرح فديون اه قناص بوب جي او هيشيشي اه جائزة الثانية اللي هي السشوار همينا راح اخذ سكرين للشاشة بنات الفائز الاول ما اعرف منه بصراحة ومكاتب ما مخلي لات معرف تليجرام ولا معرف انستجرام اذا شاف الفيديو مالتي وشاف انه هو طلع اسمه اه يكتب لي او يخليلي اي شي اتواصل ويا سواء كانت ابنية او ولد ما اعرف هو كان اسم ولد واذا ما شاف الفيديو انا راح ارجع اكرر هاي السحبة بس فقط هاي السحبة مالة المعالج ارفع ايدك بس شوي انا اكرر سحبة المعالج اه لانه انا شروط المسابقة انه تخليلي معرف تليجرام او رقم تليجرام او معرف انستجرام فهذا الشخص ممخلي اه انا راح اطيه حق المدة اه لحد ما انزل الفيديو تجاي اذا اجاني من نرد كان بها ما اجاني من نرد راح ارجع اكرر السحبة مالة المعالج حتى لا اظلم احد وياي اه وهسا بنات اه يعني هاي اخر فقرة كانت بالفيديو مالتنا احبكم بكل شي هواية اتمنى تشتركون بالقناة وتدعموني وتفعلون زر الجرس ودعموني وشكت معدكم سيارات بايسيكلات كل شي كل شي اه وكثروا اللايكات حتى يصعد الفيديو حتى اكثر الناس تشوفه واحبكم هواية واشوفكم بالفيديوات الجاي وبي باي سلام الى حوراء حوراء يا سلام اللي ما الكلمة ؟ اي ما لا اصلم عليها والله ايش ايش يجب انجريه لا اشوف انجريها افتح فقط افتح افتح موسيقى